طالبت قوى سياسية ومدنية في تونس بوقف الاحتجاجات الليلية التي شهدتها عدة مدن ومحافظات تونسية منذ نهاية الأسبوع الماضي وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الدستوري الحر المعارض السلطات بالكشف عن الأطراف التي تقود الاحتجاجات والتي انتهت جلها بأعمال نهب وتخريب من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 600 شخص وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم الغضب الليلي في تونس يتمدد ليشمل أغلب الأحياء الشعبية في العاصمة تونس ومحافظات داخلية احتجاجات اعتقل خلالها العشرات وقالت وزارة الداخلية إنهم شاركوا في أعمال نهب وتخريب ما استدعى وزارة الدفاع إلى نشر قوات عسكرية في أربع محافظات لتأمين المؤسسات الحيوية قوى سياسية ومدنية من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل حملت السلطات مسؤولية تأججي الاحتجاجات داعية إلى الكشف عمن يقف وراء عملية النهب والتخريب الحكومة والاقتلف الحكم هو اللي عليه اليوم باش يعطي تفسيرات ويعطي توضيحات لمقاعد السير مش هو اليوم باش يقول يسأل في بلسط المعارضة شنو لقاعد السير وقال له شنو لمسك له وقال له يحب يفتح تحقيق يعني أحنا نطلب منهم فتح تحقيق وأحنا نطلب منهم باش يعطيونا كل الحيثيات قوى سياسية معارضة قالت إن الاحتجاجات التي انطلقت منذ نهاية الأسبوع الماضي هي نتيجة حتمية لواقع الفقر والتهميش الذي تعيشه فئات وسعة من التونسيين بعد عشرة أعوام من ثورة الحرية والكرمة ظروف الاجتماعية والاقتصادية اليوم فمعني متدهرة جدا نتيجة الفشل له المصارى ذلك كامل وهذا نتيجة حتمية يعني وقت شوفوا في البرلمان شنو الصراعات اللي صايرة وصراعات جانبية وصراعات سياسوية ما تهتمش بالشأن العام الحقيقي ما تحاولش باش تغير من واقع الشعب التونسي فبالتالي تصير الاحتجاجات هذه احتجاجات متزامنة في أكثر من 12 محافظة تخترق إجراءات حظر التجوال الليلي ولم يكشف المشاركون فيها عن هويتهم أو أبرز مطالبهم وهو ما دع البعض إلى الحديث عن وقوف قوى سياسية وراء تأجيج الاحتجاجات عوام من المتاع الاحتجاج موجودة حتى إذا كان ما تمش تأجيج ثم احتجاج أما الاحتجاج الذي صار تم تسيسه وتحكم فيه وسيتم التحكم فيه أكثر في قدم الأيام يطلق عليها البعض ثورة جياعا جديدة وينعتها آخرون بعملية تخريب وفوضى ولكن الثابت وفق مراقبين أن الاحتجاجات المستمرة منذ أيام قد تكون الأعنف منذ تولي حكومة هشام المشيشي مهامها عدم إفصاح المشاركين في الاحتجاجات الليلية عن هويتهم ولا مطالبهم يزيد وفق مراقبين في ارتباك الطاعات الأمني والسياسي معهم سيما في ظل تمدد رقعة الاحتجاجات لتشمل أغلب محافظات البلاد توفيق عياشي الحرة تونس حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس ردوان المصموضي عضو حركة النهضة ومستشار راشد الغنوشي أهلا بك معنا أيضا أرحب بضيفي من تونس ماهر زهاني الناشط المدني أيضا أرحب بك معنا بداية أبدأ معك بداية سيد ردوان المصموضي كان متوقعا أن تتصاعد أعمال التظاهرات والاحتجاجات في تونس ولكن في ضوء هذا المشهد في أي إطار ممكن أن تصف لنا ما يجري تحديدا في الشارع نعم شكرا على الاستضافة الحقيقة أن الوضع الاقتصادي في تونس هو صعب وهناك أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة السبب الرئيسي فيها طبعا هي جائحة الكورونا التي جعلت نسبة النمو الآن ولأول مرة منذ الاستقلال ستكون تحت الصفر حوالي بثمانية نقاط هذه أول مرة تحصل في تونس ولذلك هناك أزمة حقيقية اقتصادية وهو خاصة لدى الشباب لكن ما نلاحظه أنه إلى الآن هذه لا تسمى احتجاجات وإنما هي أعمال تخريب أعمال عنف ليس هناك أي طرف سياسي أو اجتماعي تبنى هذه التحركات أو عبر عن معناها ما هي مطالب هذه التحركات بالضبط بل بالعكس ما نشاهده هل من المفترض أن تكون هناك أطراف سياسية تشرف عليها؟ يبدو بأنه تحرك من الشارع من قبل فئة من الشبان نعم هناك فئة من الشباب من حقها أن تعبر عن غضبها في أي نظام ديمقراطي التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين ولكن هذه التحركات الآن ليست احتجاجات سلمية وليست هناك مطالب واضحة بل بالعكس هي تتم في الليل في كنف الظلام بينما هناك منع للجولان يعني هي خرق للقانون وليس هناك مطالب واضحة أنا أعتقد أن هناك أطراف سياسية تحاول أن تؤجج الأوضاع وتحاول أن تستغل الوضع الاقتصادي الصعب للانقلاب على التجربة الديمقراطية في تونس وتأجيج الأوضاع والتخريب دعني أنتقل أيضا مع ضيفي ماهر زهاني الناشط المدني وأفهم منك أكثر يعني حقيقة ما هي مطالب المحتجين فعلا؟ لماذا يعني لا توجد مطالب واضحة حتى الآن من ينظم هذه التظاهرات ومن يقودها؟ أولا شكرا على الاستضافة أهلا بك فرحان أن نكون معكم على النشرة كنت أستمع منذ قليل إلى الوبرتاج القصير حيث يقول الوبرتاج أن الاحتجاجات انطلقت باحتجاج وانتهت بعمل تخريب ولكن هذا العكس شاهدناه في تونس أن الأعمال انطلقت بتخريب وانتهت بتخريب يعني الاحتجاجات عندها زوس أبعاد يعني بعدين البعد الأول هو بعد اجتماعي مفهوم وننجم ونتفهمه وله أسباب ولكن ما نفهمه هو أنها تتحول إلى أعمال نهب سرقة تخريب وخاصة مخالفة للقانون ومخالفة لقانون حضر الجوالان إذا قانون في تونس يمنع الناس من التجاول بعد الساعة السابعة أو الساعة الثامنة فما المبرر لوجود فئة من الشباب وخاصة فئة عمورية من صدر السن يعني هي النقاط التي أنت تتحدث عنها أيضا أيدها ضيفي السيد ردوان ولكن قلت بأن هذه الاحتجاجات بدأت بتخريب وانتهت بتخريب إذن هل تؤيد ما طرح ضيفي السيد ردوان المصموضي بأن هناك أطراف سياسية فعلا تؤجج هذا الصراع وتحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية في تونس الآن نحو قلب الشارع التونسي والاتجاه صوب أعمال العنف والصرقة والنهب التي تابعناها وشاهدناها من خلال الفيديوهات التي أتتنا من تونس نعم وبنسبة كبيرة ولكن هذا منات بعهدة السلطات الأمنية والسلطات القضائية ولكن ما نلاحظه أنه في عدة أطراف سياسية تفتعل منذ مدة مشاكل سياسية كبيرة في البلاد من هي هذه الأطراف؟ يعني ضيفي يقول هناك أطراف سياسية وأنت أيضا تتحدث عن أطراف سياسية من هي هذه الأطراف سيد ماهر؟ لا يمكن لي بصفتي كناصد في المجتمع المدني أن أسمي أطرافا بعينها هذا منات في عهدة القضاء وفي عهدة السلطات الأمنية أن تفتح بحث وتحقيق ولكن أنا بصفتي ناشط في المجتمع المدني أشجع الشباب على الاحتجاج نعم ولكن الاحتجاج السلمي في 2011 كانت صورة في تونس ولكن كانت صورة تنطلق من اتحاد العام تونسي للشغل المسيرات تنطلق من المحامين أمام وزارة الداخلية أمام مقارات السلطة ولكن كان الاحتجاج السلمي هو الأصل والتخريب كان فرع صغير من الفروع ولكن اليوم الأصل هو التخريب والنهاية هي تخريب هي اعتداء على ممتلكات الناس سرقة حرق وهذا غير مقبول في تونس تونس في أمس الحاجة الآن إلى أكثر من وحدة وطنية إلى لحمة بين مختلف فئة شعبها وكما نقوله بالتونسي إن شاء الله ربي قدر الخير في البلاد وكاوه نحب كان الخير لتونس والجميع الدول العربية بالتأكيد سيد المصموضي هناك نقطة أيضا لافتة فيما يخصها أولئك المتظاهرين الأجوزة الأمنية التونسية تحدثت عن أنها عندما قامت باعتقال أعداد كبيرة من مثيري الشغب كانت هناك شريحة من القصر تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 عاما وجود هذه الفئة في مثل هذه الأجواء التي قد تشهد الكثير من المشاحنات والاشتباكات ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما الغرض منه وما المقصود منه؟ نعم تقريبا نصف المعتقلين إلى حد الآن وعددهم حوالي 600 معتقل نصفهم أقل من 18 سنة يعني هم قصر وعدد كبير منهم تحت 15 سنة يعني هم الحقيقة أطفال صغار يعني هناك من يمول فيهم يعطي فيهم في أموال ومسكت مبالغ كبيرة جدا من الأموال يعني آلاف الدنانير آلاف الدولارات عند هذه الأطفال يعني هناك من يريد تحريكهم لبث البلبلة في البلاد ولي كما قلت الانقلاب على الانتقال الديمقراطي في تونس وهناك وجوه سياسية ليس هناك أحزاب في الحقيقة ولكن وجوه سياسية عبرت عن تأييدها على هذه التحركات وسمتها ثورة الجياع أولا ليست ثورة هي أعمال تخريبية وفي الأنظمة الديمقراطية ليست هناك ثورات يعني هناك احتجاجات نعم ومن حق التونسيين أن يحتجوا ولكن لا يمكنك أن تنقلب أو تثور على دولة شرعية منتخبة من طرف هل يصح التعميم في هذه الحالة؟ بالتأكيد هناك من قام بأعمال العنف والصرقة والنهب للممتلكات الخاصة والعامة ولكن أيضا كانت هناك شريحة أخرى من المتظاهرين السلميين وبالتالي موضوع التعميم بشكل عام قد يكون من غير الصائف في هذه المرحلة وهذا التوقيت تحديدا لا لا نحن نفرق جيدا بين من يقوم باحتجاجات سلمية مثلا اليوم خلال النهار كانت هناك احتجاجات ومظاهرات سلمية في العاصمة واعتقد في بعض المدن الأخرى وهذه ليست مشكلة هذا أمر طبيعي جدا أن يحتج الناس خاصة كما قلت في هذا الظرف الاقتصادي الصعب هناك فرق كبير بين الاحتجاجات السلمية المشروعة وبين من يستغل الظلام للحرق والتكسير والنهب والسرقة وهذا مرفوض من طرف كل تونسيين سيقع التصدي له لأنه ليس هناك أي شيء يبرر العنف أو السرقة أو النهب أو تحتيم ممتلكات الآخرين نعم سيد باهر نحن نتفاهم جيدا الاحتجاجات ولكن في إطار القانون بالتأكيد سيد ماهر يعني عشرة سنوات منذ بداية الثورة التونسية ما الذي تحقق حتى الآن لأن البعض يتحدث أن خروج هذه التظاهرات في هذا التوقيت يعني هو عبارة عن تراكمات خلال عشرة أعوام ربما مطالب الثورة التي خرج بها التونسيين لم تحقق ما يريدونه نعم صحيح ولكن إذا نقول هي تراكمات عشر سنوات أنا نقول هي تراكمات متع أكثر من خمسة وعشرين وثلاثين سنة في تونس معروف في عدد دول في العالم أنه بعد ثورة وبعد إزاحة نظام كان جاثم على البلاد أكثر من عشرين سنوات من الصعب وهذا يتطلب وقت أن تغير أشياء في تونس ما الذي تحقق في تونس لا يمكن لي أن أعطيك أشياء محددة ولكن تحقق في تونس عدد أشياء تحقق في تونس أن لك الحرية أن تعبر لك الحرية أن تتظاهر سلميا لك الحرية أن تتواصل اجتماعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما الذي تحقق في تونس خاصة بعد جائحة كورونا صحيح الظرف صعب الآن مطلوب سيد ماهر فلا مطلوب أن يكون هناك نوع من الحرية حرية التعبير ولكن بالمقابل لا ينبغي أن ننسى بأنه كانت هناك أيضا مطالب اقتصادية وتحسين للأوضاع المعيشية صحيح الوضع الاقتصادي صعب وصعب جدا في تونس صحيح الوضع الاجتماعي صعب ومعقد صحيح ولكن هذا لا يبرر أن نلتج إلى أعمال عنف هذا لا يبرر أن نلتج إلى أعمال تخريب يعني في النهاية ما النتيجة من العنف والتخريب نتفاهم أن الظرف صعب ولكن إذا الظرف صعب ونخرب البلد وبعد والخطوة الثانية ماذا هي الخطوة الثانية هل التخريب سيؤدي إلى تحسن في الظروف الاقتصادية هل الحرق والنهب سيؤدي إلى تحسن أوضاع الاجتماعية لا تصور هذا طيب سيد المصمودي يعني البعض يحاول أن يوجه باللوم إلى حركة النهضة وأنها سبب رأى فشل تحقيق أهداف الثورة على رغم من أنها تشكل جزء سياسي مهم داخل دوليس ما رأيك بذلك؟ يعني الحقيقة أن العشر سنوات الماضية كان فيها الكثير من الإنجازات خاصة في المجال الحقوقي والقانوني والدستوري والإنساني على المستوى الاقتصادي نعم هناك فشل إلى حد الآن في تحقيق التنمية أو في تحسين الأوضاع الاقتصادية هذه تتحمله ليس فقط النهضة هذا الفشل تتحمله الكثير من الأحزاب التي شاركت في الحكم منذ الثورة إلى الآن القانون الأحزاب نفسه لابد من مراجعته لكي تكون هناك حكومة قوية يعني هناك الانتقال الديمقراطي ليست عملية سهلة وليست عملية بسيطة وهناك الجائحة التي مر بها العالم بأسره منذ تقريبا سنة من مارس الماضي الذي أيضا كان عقد الأمور كثيرا وأنا كنت أستمع إلى الحصة التي قبلي على الوضع في أمريكا وأنتم تعرفون أيضا أن حتى في أمريكا هناك أزمة اقتصادية والناس تعاني من البطالة ومن الفقر وهذه الجائحة كان لها أثر كبير مع ذلك نحن نطالب الحكومة نطالب الحكومة أن تقوم بإجراءات عاجلة لمساعدة الطبقات الفقيرة والطبقات المحتاجة هل بمقدور الحكومة سيد الدوان أن تتحرك بخطوات عاجلة يعني حتى أيضا هناك حوار تمت الدعوة إليه من قبل الاتحاد العام لشغل لتصحيح الثورة ولتحقيق الشغل والحرية والكرامة ولما يبدو في هذا الوضع تحديدا هناك أزمة ثقة ما بين التونسيين والحكومة نعم هناك حوار إن شاء الله ينطلق قريبا ولكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مستعجل الآن يجب على الحكومة أن تبادر بأن تساعد كما فعلت في مارس الماضي حتى مبالغ بسيطة 200 دينار أو 300 دينار في الشهر بالنسبة للعاطنين عن العمل لكي يستطيعوا أن يعيشوا لكي يستطيعوا أن يضعوا الأكل على الطاولة لكي يتحملوا مصاريف العائلة يعني الحكومة مطالبة الحقيقة الدولة مطالبة بأن تساعد خاصة الطبقات الفقيرة والمحتاجة لا يمكن أن نقول لهم ابقوا في بيوتكم لا تشتغلوا ولن نساعدكم على إيجاد الأكل أو الطعام أو المستلزمات الحياة يعني الحكومة يجب أن تجد آليات معينة لمساعدة الفقراء والمحتاجين هذا ضروري وأعتقد أنه ستقوم بذلك إن شاء الله قريبا يجب أن تقوم بذلك قريبا شكرا جزيلا لكم من تونس ردوان المصموضي عروح حركة النهضة ومستشار رشد الغنوشي وماهر الزهاني الناشط المدني أشكركم جزيلا شكر